مع عدم وضوح معالم كابينة المكلف مصطفى الكاظمي بشان تقسيم الوزارات والحصصة تبرز أصوات تطالب بتخصيص ثلث الكابينة الجديدة للنساء بعد أن ظلمت المرأة في المعترك السياسي العراقي على طول السنوات الماضية والمرأة طبعا تتمتع بقدر كبير من الدقة والأمانة يعني حسب النساء المتصديات ليس فقط في العراق حتى في دول أخرى المكان الذي تكون فيه المرأة يكون العمل فيه أكثر دقة وأكثر مسؤولية لأنها تتابع التفاصيل الدقيقة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي طالبت بعادة دور المرأة في الكابينة الجديدة ويعادت وزارة المرأة بعد أن ألغيت من قبل حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2015 وعزى ذلك إلى مقتضيات المصلحة العامة لكن هناك من يرى أن المطالبة بعادة الوزارة ليست حلا لمشكلات النساء فمع وجود الوزارة أو بدونها فالواقع أن الوزارة لم تحقق شيئا للعراقيات خصوصا إذا يتم تمثيلها من الوجوف السياسية أو الحزبية التجارب السابقة كانت محدودة نوعا ما وتمثيل المرأة داخل الكابينة الوزارية في الحكومات السابقة لم يكن سوى وزارتين أو ثلاثة في كل حكومة وكانت داخل هذه المنظومة الحزبية التي تدور حولها التساؤلات حول آداءها السياسي والحكومي وتقديمها الخدمات للمواطن لذلك باعتقالي شخصي إذا تم اختيار المرأة المناسبة سوف تتجح في تقديم آداء سياسي جيد وخدمة أفضل للمواطن وربما أبرز العوائق التي تواجه المرأة في المجال السياسي هو عدم استقرار الأوضاع السياسية وكذلك العادات والتقاليد خصوصا أن الثقافة السائدة في المجتمع العراقي تحد من دخول المرأة في هذا المجال مع عدم قناعة الرجل السياسي بأهمية الدور السياسي للمرأة وعدم فسح المجال لها لإبراز قدرتها رانيا حسين لقناة اليوم الفضائية